السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وآجل الشفاء لكل جرح وربنا ينصر قواتنا الشعب والمصلة رجعنا لكم فيديو جديد في قياب مراكس الانصرافي فيديو جيت سخن يتكلم عن قوات المشتركة والجيش المستنفرين في الفاشر هذا النموذج حقيقي والجيش يجب أن يشتغل كما يشتغل الناس في الفاشر والمجتمع كله كان شاهد بأغمار السنائية وعلى مرحبت الفاشر وعلى سنائية كانت معجزة وعزيمة رجال فاشر قدروا انه صبتوا وينتصروا على الدعم السري فيديو جيت جميل وكلام سخن كما نقوم بديو أولا نجي نقوم بقيت وكلمة نموذج دي احنا بيقوله كثير والناس بتمر عليها لكن الان اصبح نموذج المشتركة والمورال وحركات الكفاح والفرقة السادة وقوات مسلحة نموذج حقيقي الان يقدم الناس بيقات تحتزي بيه والناس بيقات تستشهد بيه فبيقول انه دارين قواتنا المسلحة تعمل زي ما بتعمل حركات الكفاحة يعني زمان الناس بيقولك والله يا اخي دي حاجة نموذج وده حاجة احنا والله مبسوطين بيها لا 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 حسي فعليا الناس بيقى عندها مرجعية والشاب السوداني بيقى عنده مرجعية بتاعت انتصار مرجعية بتاعت رجال ممكن يحققوا انجاز مرجعية بتاعت انه عندنا قوة واساس ما شفنا احنا الدعم السريع الحرية والتغيير وتقدم مقترحة الدعم السريع قالوا اشنو اساس القوات المسلحة مالو نسمعون الدعم السريع الليل انتو شفتوه بيعمل شنو بيسرق وبتل وبينهب هل انت زول عاقل بتختار الحاجة دي تكون نموذج واساس لقواتك المسلحة شفنا الجيش بتاعنا القالوا عليه فلول وقالوا عليه كيزان وقالوا عليه مؤدلج شفنا الجيشنا بقاتل وهم لابسين شباش بوسفنجات شفنا جيشنا بقاتل وخزنته فيها اربع طلق شفنا جيشنا بقاتل وهو محاصر في باب نوسى وهو محاصر في الفاشر وهو محاصر في الهجانة وهو مقطوع محاصر في كرري وشفنا المشترك الليلة نموذج المشترك الليلة وحركات الكفاح والفرقة السادة بقاتلوا في الفاشر حصار وفي منطقة حدودية ومقطوعين من اقرب فرقة ليهم امداد كل الفرقة ذاتة انسحبت وما في طريقة يصلون امداد الا انزال جوي وده يا الله يحصل كل شهر مرة ما معروف ينزلوا ليهم مرة علاج مرة ينزلوا ليهم دواء مرة ينزلوا ليهم زخيرة مرة ينزلوا ليهم اجهزة اتصال مرة ينزلوا ليهم سلاح مرة ينزلوا ليهم زيت للعربات كل شهر ينزلوا ليهم حاجة ما شكوا من عدم التجهيز ما شكوا من استعدادية القوة انو احنا والله يا اخينا قصنا ممنى غاتل ما شكوا من تعليمات ما شكوا من اي عزر حركات الكفاح والمشتركة والفرقة السادة في الفاشر ما شكوا منو فده نموزج بيخلينا نطمئن بيخلي المواطن نطمئن رغم انه والله يا اخي في اجتياح بيحصل من الدعم السريع والدعم السريع والله العظيم بيدخل غرة والدعم السريع بيتاح بيوت رغم اللي بيحصل ده كله الناس عندها نموزج مرجعية فحفظ الله القوات المسلحة في الفاشر وحفظ الله المشتركة وحفظ الله حركات الكفاح نسأل الله انو يتقبل شهداءهم يا رب العالمين ونسأل الله انو ينصرن بادماءهم الطاهرة ونسأل الله انو ينصرن بشجاعتهم وبسالتهم ونسأل الله انو يحقق النموزج ده في كل القوات واحنا بنحيي النساء في الفاشر ده نموزج احنا بنقدر نتجاوزهم اذا كانت الحرية والتغيير واعلام قحته وغنات سكايبي وتسابيح بيتكلموا عن الارهاب وبيتكلموا عن ماليشيات فبينقول لهم دير نساء شفتوهم في المعارك مبارحة والمبارحة كل يوم في مرحلة حصار الفاشر شفتوا النساء شالين السلاح وبيأكلوا وبيداوا وبيعالجوا ده النموزج اللي بنتكلم عنه انو الناس ده بقاتلوا بدافع الحرية والشجاعة والبسالة ده لانو عندهم قضية وعارفين انو والله لو الفاشر ده لا غدر الله حصلت لها حاجة السودان انتهى هم عارفين الكلام ده البقاتلوا في الفاشر ده بيحرسوكم في ضنقلة والبقاتلوا في الفاشر ده بيحرسوكم في برسودان والبقاتلوا في الفاشر ده البيحرسوكم فى الجزيرة والبقاتلوا في الفاشر ده البيحرسوكم فى مدرمان زي ما انتوا بيتقاتلوا في كراري بتحموا الفاشر وبتحموا لبيض وبتحموا دارفور وبتحموا غرب كردفان وشمال كردفان الفاشر بتقدم فيه نموذج احنا ده النموذج اللي بنتكلم عنه وانه والله يا اخي استحالة انه يكون عندنا جيش يقاتل بعقيدة وطنية فبنقول لهم عينه نموذج الفاشر انه والله يا اخي يزول يقاتل بيتجرد بنقول لهم عينه نموذج الفاشر تحية باسم الشعب السوداني لكل مواطنين الفاشر نساء ورجال بنات وأولاد مقاومة شعبية ومستنفرين حركات كفاح ومشتركة والفرقة السادة والقوات المسلحة وهيئة العمليات والشرطة العامة والاحتياط المركزي ربنا يتقبل منكم إن شاء الله وإحنا يعني ربنا مد في أعمارنا وشفنا الانتصار بل بتعملوه وده نموذج خلاص إحنا أقل من الفاشر ما بنقبل في كل المدن وكل الغرى وكل الولايات ما بنقبل بأقل من نموذج الفاشر ما بنقبل ويعني هم عسكريا قدموا كتاب الجيش بيدافعوا بيهاجموا بيستولوا على غنايم بيصفوا غاداتهم بيستلموا أسرى بالعدد المهول النازل ما بيجيبوا عشرين أسير وخمسة أسرى بيجيبوا أربعمائة أسير راس عديل بيمسكوا قوة ومتحرك كامل والمتحركات دي مرصودة بأغمار صناعية بتتكلم عنها للغنوات الدولية إنه الفاشر دي والله يا أخي ومن لتنين الفات المفروض تسقط الفاشر الهجومة عليها تلتمية تاتشير مجهزة ومعاهم القوة دي غايدة كان عبد الرحيم ده لقوا والغايدة التاني قبة ده النازل جوبي مرتزغة من سبع دول النازل جوبي والكلام ده مثبت وما قلناه إحنا ولا قالت المشتركة ده قالته الأمم المتحدة قالت المنظمات النازل تلقيت معاهم مستندات تلقيت معاهم بطاغات تلقيت معاهم نمر تلقيت معاهم معدات تلقيت معاهم أوراق لغتنا اللي بتكلموا أسرح حقيقيين موجودين الآن دي كلها بيتوريك إنه معركة الفاشر معركة انتصر فيها المواطن السوداني على سبع دول والمثال دي يعني دخلت القيادة ذاته في حتة صعبة شوية لأنه الحجج اللي بتتقال في أي حتة يا أخوانا وتتحركوا أجهزوا أعملوا لكم مناوش أتقدموا فالفاشر حطمت كل الأعزار بتقدم قيادات القوات المسلحة مش بتقدمه لنا إحنا بتقدمه للجيش ذاته يعني أنت مقاتل مستعيد مستنفر جاهز مقاومة شعبية مسلح شايف نفسه مسلح مرتب أموره تجي تقول لي والله يا أخي كما كنت أو أرجع أنا ما جاهز أو شفنا الفاشر خلاص يعني فتحية للفاشر وتحية لدارفور وإنسان دارفور والمواطن السوداني اللي بقدم في النموذج دال العالم ربنا اتقبل منكم وربنا اتقبل الشهداء اللي قدمناهم في معارك الفاشر أمبارح والأمبارح وفي الأيام السابقة ربنا يشفي المرضى وربنا يشفي الجرحة والمصابين يا رب العالمين وربنا يحفظ الأسرة والمأسورين وبي نقول لهم إن شاء الله المشتركة فتحت الباب وبيجيكم إن شاء الله هو بتحرركم أجمعين وبتحط مصطورة الدعم السريع إلى الأبد اللي بيعملوا فيه في الفاشر ده هو تحطي مصطورة الدعم السريع إلى الأبد ده ما موضوع فيه بواقي ولا موضوع فيه اتفاق ولا تفاوض والكلام يتقل نموذج الفاشر والمعركة اللي حصلت أمس هي رسالة لقحت وتقدم ولأمريكا اللي بتقول إحنا نمشي نتفاوض شفتوهم براكم الهجوم اللي عملوه والغادر عملوه على الفاشر ويجي في النهاية يقول لك إحنا والله طرفيها الحارب ديل ملتزموا منه الملتزم منه الملتزم ما قاعدين الناس في بيوتها قاعدين في مستشفيات وقاعدين في المستشفيات المحطمة الدوين الدعم السريع في اليوم الواحد بيدوين في الفاشر بيكتله مية مواطن أعزل وما بيكتله نساي إحداثيات بيأخذوها في المستشفيات الميدانية أو مستشفيات الولادة أو في التكايب تحت الأكل يعني النسوان بيعملوا في أكل أطفال بيعملوا في أكل إنت بتدوينهم في اليوم بتكتلك مية منهم بيجي بقول لي يا أخي أمشوا أقعدوا لا ما بنمشين أقعد بعد إذا الحكومة أصلا ما قومت اتفاق جينيفا عشان الحصل في الفاشر إحنا ما بنسخ فيها تانا إذا الحكومة ما قومت اتفاق جينيفا عشان التدوين الحصل لمستشفيات دايات وأتمنى إنه الناس تعمل لهم هاشتاك بالإنجليزي عشان يعرفوا إنه الدعم السريع ده ضرب مستشفيات دايات بعد افتتاحها فتحها ليه مستشفيات دايات لأنه الدعم السريع كان محتلية عشر أشهور هل في زل في العالم يتصور إنه راجل قوة عسكرية تحتل لا مستشفى ده ما ضرب بكل المبادئ عرض الحاجة إنت جاي تعمل شوني إذا كان إنت بتمنع المرأة تجيب جنة جيل جديد بتقعد لها في مستشفاها بتقتل الأطبة بتكون راقب في العنبر دي ما فضيحة مرأة قم إنها الشعب السوداني مبادرات نسائية قادتها ندى القلعة صانوا المستشفى في هدوء فتحوا المستشفى الدعم السريع ده أنا يوم دونا ده سبب كافي إنه ماتفاقية جينيفا تقوم ده سبب كافي ما في أي أنا زي ده أأمن وكيف أنا الزول ده أأمن وكيف بسأل البرهان أنا الزول ده أأمن وكيف أنا بسأل المبعوثة الأمريكي بسأل السعودية أأمن الزول ده كيف وإنت بتقول لي يا أخي إحنا نقدم حسن النوايا عشان نمشي نقعد في المشاورات المبدئية في جدة تحضيرات عشان اتفاقية جينيفا أنا بلقاهم ضربوا مستشفى النساء ضربوا مستشفى الولادة ضربوا العزل في الفاشر دونوا الفاشر ما استخدموها يعني أنت ما تجي بكلاشك ده تلاقيه الراجل لي راجل بتجيب على بعدها 25 كيلو بتدون بها 40 دليل مبارحة المشتركة قالوا ليه كنت عنده كنت دخلتوا به الفاشر ده مدفع 41 دليل قال لك عندنا 675 مدفع 40 دليل وإحنا ما بنهددكم إحنا بننزركم لو ضربتوا الفاشر دي تاني شيلوا شيلتكم كلام ده لا بتحلك أمريكا ولا بحلك عبد الرحيم ده لقوا ويا دعامي أفهم أنه أنت كده هتنتهي تماما إذا كان المقاتل في الحركة المسلحة والمشتركة عنده أخلاق قتال لكن هو شايفك أنت بتعمل في شنو سكاته عليك ده خلاك تفتكر أنه الناس خايفة منك وأنه أنت أطفالك ومدنك وحتى الحاجات اللي أنت خطيها في المدن بتاعتك المسيطرة علىها ده عامي هي حاجتك أنت مسارقة مننا برضو إحنا راعيين لها وقلنا لك يا أخي نتلاقي في السهلة ولما انتجي المشتركة والفرقة السادة متحرقة بتحركوا بيتات شرات ومربوطة فوق الدوشكات وبجوق عديل بلاقوك فيه سهلة يهوداك الخور بتاعهم بعار ده ما لقوك فيه كم مرة فرموك فرم ما وصلوا لك بيوتكم ولا وصلوا لك مدنكم ولا وصلوا لك لأنه دي ما أخلاغ الغتال لكن إنت ما دام دائرة الحاجة دي ودارت أشوفها أبقى قدورة بس واركز لها القصة دي وصلت مرحلة لا بحلك شيطان ولا بتحلك أمريكا إحنا كملنا معاكم الفهم لحد النهاية أي تقدم تاني أو أي تصرف من قوات الدعم السريع ضد مدني أعزل إحنا والله ما بنسأل أمريكا ولا بنلوم الدعم السريع إحنا بنلوم بعد ده المشتركة بنلوم الجيش إخوانا دارين حقنا بعد ده دارين حقنا بس ما تجيبوا كيف أن إحنا ما عندنا شغال بعد ده إحنا دائرين حقنا الناس يتقدم بس الجيش يتقدم تمشوا لهم جوا ضعين تمشوا ليهم جوا مبشي تمشوا ليهم في تشاد طبعا ما عندنا شغالة بعد ده طاني ما حرعي لأي حاجة كسح كسح جد جد وده الكلام اللي بيقولوه أخو علي عقوب مطلع له فيديو ده قايدة المتحركات بتاعت الدعم السريع في الفاشر زعلامين الدعم السريع قال ليهم إنتوا شنو الأمارات اللي بنشوفه كل يوم في الخرطوم دي أمسحوها قال ليهم حشغل لكم كلامه عشان تقول ليت أنا مش هتفاوض معه إحنا قبل ما نتكلم عن جينيف دارين نوضح حاجة يا أخواني مش الناس يستوعب المسألة دي مع موضوع إنه إحنا كوادر أو إحنا أبواق حريب إحنا سألنا في الجينيف دي ليه إحنا بتحملون الغلط إحنا كمواطنين ليه الشعب السوداني ما عنده رأيه كالمخالسي مواطن سوداني فهو بيرى إنه الحريب دي بتقفى تفاوض من حقه لكن ما تبدو كلامكم يا قحاته ودعامة طوال تخطي لينك المستفيدين من الحرب البيدعو لاستمرار الحرب إحنا دقينا لاستمرار الحرب باشنو بإنكم ما مشيتوا جينيفا كلام جميل يعني حسي إحنا عشان ما مشينا جينيفا إحنا دعاة حرب دارنا تستمر ومصلحتنا الحركات الكفاح مصلحة شنو الحرب تستمر في الفاشر كده أقول لي بالمنطق يعني والحجو المنطق مصلحة الحركات إنها الحرب تستمر مصلحة شنو الواحد بيكون أمه واخته وبيته وولده قاعدين في الفاشر يدونوا الدعامي بيجيهم متحرك من سبعة دول بيجيهم في الفاشر بيضربهم مصلحة شنو الزول ده إنه الحرب تستمر فقد أم فقد أخو فقد من ناوي ده من من ناوي فوق من قيادة المشتركة من قيادة من الحاكم غلم دارفور فقد أخوه من ناوي مصلحة شنو الحرب تستمر يعني مصلحة هيستفيد شنو في النهاية ما مش حجة ومنطقة أخواننا الفاشر دي مشت للدعامة في سبعة دول ولا الدعامة جوها الدعامة جوها المستشفيات اللي اتدمرت حتى الأطبل في المستشفيات مقتلوهم حصلوهم في بيوتهم أي طبيب شغال في مستشفى الفاشر ولا السعود ولا مستشفى الولادة إحداثيات بيته عند الدعامة برجموا في بيته ده مصلحة شنو إنه الحرب تستمر لما انقحت تقول الكلام ده بتخاطب أصحاب عقول ضعيفة لما نجي يقول لك الكيزان مصلحة إنه الحرب تستمر الكيزان مصلحة إنه كل يوم يكونوا قاعدين في قرية يجي زول قحاتي ماشي يشوفك عندك بوكس يسمح ولا بيتك سمحة ولا عنده مشكلة مع ولدك بيجي ماشي بقول للدعامة البيت ده بيتكوز أي زول منتمي للنظام السابق أو ما منتمي هو متضرر من استمرار الحرب أول ناس فقدوا بيوتهم وعراضهم هم الكيزان مصلحة شنو تستمر قل لك يا أخي هم الدارين الحرب تستمر وهم اللي بعارضوا الاتفاق في جينيف إحنا ما عارضنا الاتفاق في جينيف ما فيزل عارض الاتفاق في جينيف سألنا قلنا ضماناتكم شنو تنفزوه بدل تبعد يا خالسيلك تعمل اجتماع تحضيري واجتماع مستعجل للرد على الشعب السوداني وإنكم إنتوا تجي تقولوا لينا والله إحنا ضماناتنا لجينيف 1 2 3 بيتطلعوا تقولوا لينا إيه التلفلول دارينها تستمر إحنا ما فيلوا لول حاجة وإنت ما من حقك توصفنا الوصف ده إنت بتختار كلمة تفلول ليه تعارف عشان الكلمة دي بتجي مع الدعامي إنت كده بتحرض الدعامي عليه وإنت قاعد في أدس إنتوا اللي بتحرضوا على الحرب إنتوا اللي بتحرضوا على الحرب ما كل السودان فيلول يا خالسيلك لما الناس دي عملت الثورة إنت كنت قاعد في بريطانيا محروس بجلالة الملكة إنت ما كنت قاعد في السودان ولا حمدوك سيدك ده كان قاعد في السودان أصلا كلكم كنتوا في المنافق جيتوا راكبين طيارات هس الليلة بيقى ليكن الشعب السوداني كله فيلول لو كلنا فيلول ما كان سقط من نظام البشير وجبناك إنت أجل لكن إنت بتقول لنا إحنا فيلول وإنت قاعد مدس في أدس وبتتكلم بصفتك إنك ممثل للشعب السوداني بتحرض الدعام علينا الغرية دي فاة فيلول وللأسف فيها مستنفرين وين على الدين نقود اللي اتهم القوات المسلحة إنها قصفة مستشفى الجرقنيل معلومة تكلم في مستشفى الدايات لماذا لم يخرج على الدين نقود الناطق باسم التقدم والدكتور والطبيب اللي بعتقدوا فيه معلومة تكلم عن إنه يا أخي في بني آدم مات في مستشفى الدايات في مدرمان تحت قصفة دعم السريع ما له يده ما مثبتة معلومة لا يتكلم فيه لماذا غنات سكايبي لم تتحدز عن الأمر لأنه إحنا حياتنا ما بيتهمهم مشكلة قحت الآن في موضوع التفاوض ده شنو يا أخوان حاج يركز معاي شديد أنا حشرح لكم تركاية كده لازم تستوعبوها ولازم تصهر في ردود افعالكم في الليام الجاية قحت هي دعم سريع الموضوع ده ماتوا هما الموضوع ده حقيقة قحت وقعت مع الدعم السريع الاتفاق في هادس أبابا في شهر واحد 2024 الاتفاق ده ورقة قحت ورقة حميضتي اتفقوا مع بعض قاعد قحت حميضوك وقاعد الدعم السريع حميضتي اتلاقوا في أدس وقعوا ورقة لحد هنا كويسين يبقى القحات هما شنو دعامة والدعامة هما شنو قحاتة بالدليل الاتفاق ده وقعت خليك من الإطار وما سبق ما حنتكلم في ده ما حنتكلم فيها حي قحات هما دعامة راس عديل حلو؟ مشكلة قحت الواقع فيها الآن إنهم هما لفين كدمول عديل ويمثلون الدعم السريع جاتهم هوسة ولوسة في راسهم إنهم نتكلموا باسم الطرفة الثاني الموضوع ده عشان كده مصطدم في الحيطة قحتي ما قادرة تستوعب الحاجة دي ما إحنا شايفين القحاتة لابسين كاك دعم السريع وإحنا شايفين القحاتة قاعدين مع حميضتي وإحنا شايفين القحاتة مشاركين الدعم السريع السلطة في بابا نوسا في سنجا في مدني السلطة المشتركة في مدني الزول ده من حزب الأمة الحكومة المدنية المشاركة والحكومة الدينية انتو شفتون جماعة مزفقيري ديل ديل شركات دعم السريع شفناكم بتدير الدولة في حتات عديل طيب قحتي حواسة وين جاي؟ ومشكلتها والأخلاقية وين؟ بعد ده كله بتتكلم باسم الضحية يعني هي مع القوة البلانة وهي مع القوة المحتلة وهي مع القوة المتمردة بمشوا الاتفاقات البرأ بتكلموا باسم الضحاية اللي هم أنا وإنتا بيقولوا عننا شنو؟ فيلول بيقولوا علينا شنو؟ قطيع بيقولوا علينا شنو؟ مويبين طيب يا أخي انتا ما دام انت بتتكلم باسمي مشي الحقوقي دي تخطها في الطربيزة أول حاجة رجع المواطن اللي يبيته مفروض يخط الشرط ده والبندي ده قحاته ما بخطهها يقول لك الدعامة ده لما يطلعوا من بيوتكم لأنه احتلواها بلغوة يا غجر احنا بقولينا كده شبش بالملك حجنورة بقولينا الدعامة ده لقعدوا في بيوتكم بلقوة تمرقون بلقوة ولا تمشي تتفقوا معاون بيوصفنا كده قحتي لما تدعي انها بتتكلم باسمي وهي لفة كدامول مفروض تاخد حقوقي في الأول لما أنا جاء طالب بيه حقوقي حسي الليلة الاتفاقية بتاع الجينيفا قامت ليه قامت لأنه الشعب السوداني تجرأ إنه يطالب من أسياده إنه يقولك أنا دار حريتي يا أخوانا دار حقوقي قال لك كيف تتجرأ إتا فلول إتا زول مستلب إتا دعات حرب يا أخي أمريكا ذاته قالت لينا تعالوا أمشوا جينيفا بننفذ ليكم شرط جده الكلام ده قالته أمريكا القحات الكلام ما عجيبون كيف تطلبوا من أمريكا كده إحنا ما طلبنا أمريكا طرحة الحاجة دي أمريكا قالت لينا مشكلتكم شنو قلنا لهم والله يا أخي نفذوا ليني اتفاق جده اللي هو شنو أمره قد عامة العسكريين من بيوت المواطني أمريكا قالت بنعمل الحاجة دي وبعدها بيحصل شنو قالوا ليني تعالوا اتفاق جده تعالوا اتفاق جينيفا بننفذ ليكم أي حاجة تعالوا هناك لتفاوض قلنا خيره عديل أو زين تمسك القوات المسلحة بشرط واحد هو ضمان حقوق المواطن قوات المسلحة قالت ما بقعد مع تقدم ما بقعد مع الدعم السريع ما بقعد مع وسطاء ما لم يمرق الدعم السريع من بيوت الناس الحاجة دي فاها مشكلة هل أنا بلوم القوات المسلحة هل أنا بلوم الجيش لما يقوم بيواجبه هو جيش كنده كان فيه نفع ما كان قاتل ما فيه نفع وما قادر يقاتل غالبته يقاتل في الميدان قال يجيبه لكم سياسة السياسة ما مكسب التفاوض ده ما مكسب يا أخوانا بقعد مع الزوال في حالتان استسلمتها تعيبت نفسي قطع حاضر ما قادر أحارب عندي مشكلة دار أرتب صفوفي ما برضو أنا بلعب معك سياسة قلت لك يا خاس معي تدار تقعد معي دار تحكم البلد دي أمرك من المواطن ده من بيته وخلي رجع بيته اللي جيت فرقة أنا لقى فيك فرقة زي ما انت قحت بتصنع لروحك باسط لما انقحت تقول إنه الجيش دفلول لكن دي طبعا نحن كل المؤامرات دي تبلعت وتفضحت أمام الناس لك التحية الصرفة وكل التحية لقيادة الفرقة السادسة مشاوة والمشتركة وكل المستنفرين وكان داكات الفاشر فعلا الشيء الحصل في الفاشر دولا نموزج كل قيادات بتالفرقة مختلفة طامن زي فاشر فالحجوم ده ما بيكون الأخير وجنجويد تانا هيكرروا ونازد يرجع هزين إن شاء الله الفاشر نازد الحجين كيري جنجويد بيقش فاشر ما فيه برهب داكولو جيتو يتلبطا ورجعتا لكن مرة جاي مسيرك يكون نفسي زي علي يغوب معاق النرقبة وموضو جنف دي خنا موضو محسوم الشاب كلام وواده جدا وفي الشاب أصلت حق المفاوضة دي كان ما دائر لكن الشيء والقويف جدا دي من مسلحات جيش السوداني والجيش متمسيق والشاب كلام وواده النازل يطلو من البيوت ويسلو من أصلحة تقيل ويهجدو من مأسكرات وهم خايفين إذا قرأنا البيوت يجلس بدقة موضو ár ورأنا شغلنا بجانبنت مجتمع الدولة لم يكن من المساعدة وغضو جينجاوين كلام مهما اتفاق لا يتفق لا يستطيع لا يستطيع كل المهدن يدخل وليس من الم серьرا يهجدو من ميليشيات وليس من قيادة ويساعدة صغيرة أقول دي سادس حدث الأجواء جلس ومساعدة ندخل في السودان في نفس الوقت الناس البر ازعتوا 3 شهور منظمة اجعلوا بأكل واحد ماشي